عالم الفنون الإسلامية تتألغ فيه العديد من الإبداعات التي تعبر عن روح التراث وقيمه العريقة فالفنون الإسلامية مب مجرد أدوات للتعبير لكنها لوحات نابضة بالحياة تجسد أصالة القيم وجمليات الرسالة وفي هذه الفقرة بنصلط الضوء على إبداع من نوع آخر مع شخصية جمعت بين الفن والإحساس الروحي مع ضيفنا رحو ياي ضيفنا في الاستوديو المنشد محمد ياسين المرعشلي صباح الخير ساذي أهلا وسهلا ساذي عامير صباح النور صباح الخير وكل عام تب خير طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتب ألف ألف خير إن شاء الله يسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله وياك استاذي استاذي لو تكلمنا عن موضوع فرقتكم فرقة المرعشلي كيف كانت البداية طبعا فرقة المرعشلي قديمة والدي حفظه الله هو اللي أسس الفرقة من سنة الثمانين تقريبا لكن نحن كان فيه فترتين للفرقة فترة اللي كنا نحن فيها بسوريا وسنة الالفين واثناش نحولنا نقلنا إلى القاهرة نعم فنحن بقينا في القاهرة من سنة الالفين واثناش إلى يومين هذا فصار فيه تأسيسين للفرقة تأسيس القديم والتأسيس الحديث الجديد طبعا لما جئنا على القاهرة يعني القاهرة ما شاء الله مصر بوابة للعالم بالفن والتراث سبحان الله فنحن انتقلنا من القاهرة إلى العالمية الحمد لله من خلال طبعا تأسيسنا الثاني اللي كان ببدايته في 2012 2012 هالتأسيس الثاني هذا تأسيس ثاني كان للفرقة طبعا لأنه لما نقلنا على القاهرة كان عضاء للفريق الجديدة وكلها تم التدريب عليها بشكل جديد وصار يعني مرحلة انتقالية أخرى جميل للفرقة نعم زينا حابين نستاذي في بداية هاللقاء نسمع شيء من صوتك يلا بسم الله بمولد أحمد طاه الهادي بمولد أحمد طاه الهادي ضاء الكون من ذكراه ضاء الكون من ذكراه شعت أنوار العدنان وسمت آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتاني بجمال منه فتاني أحمد لما لما بدأ شع نور للهدى بربيع الخير وفانا بربيع النور أحيانا بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتاني بجمال منه فتاني أحسنت أحسنت أعطيك العافية أزاك الله خير تحسن الأنشودة لها دور في توصيل أو تعميق الثقافة الإسلامية في هالفترة طبعا النشيد حاليا أو خلينا نقول المديح النبي صلى الله عليه وسلم نحن نكون ضمن الإطار المديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مديح النبي صلى الله عليه وسلم الآن حاليا يعتبر مثله مثل أي موعظة أو أي كلمة من عالم أو شيخ أو لو جلس أمامنا يعمل موعظة أو كلمة أو كلمة توجيهية النشيد لا يقل عنه بشيء ليه؟ لأنه كثير أنا هذا عن تجربة طبعا أنا حصلت معنا كثير من الشباب يجيوا بيقولولي نحنا أثرت فينا الإنشودة الفلانية أثرت فينا الكلمة الفلانية أكثر ما كنا نسمع مثلا للشيخ الفلاني أو مثلا يعني تقريبا ولذلك النشيد حاليا في عصرنا الحالي له دور جدا مهم في إيصال المعلومة وإيصال خلينا أقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني تعتبرها واحد من طرق الوعظ الوعظ نعم هذا الشيء الشيء الثاني اللي هو نحن طبعا مع النشيد لازم يكون يكون يعني الطريقة واسلوب الحديث والمعاصر اللي نحن عايشينه جميل نعم طيب شو المتطلبات اللازم تكون تحسين موجودة في المنشد تحديدا أول شيء لازم يكون صوته جميل صوت الجميل هذا أهم شيء نعم طبعا مع الصوت الجميل نحن طبعا فرقتنا ما فيها آلات موسيقية هذا أهم شيء وبالتالي صوت جميل نحن بدل الآلات موسيقية نحن استبدلناها بالأصوات البشرية نعم اللي هو نحن التسميل الحديثة نحن نقول عنها الأكابيلا الأصوات البشرية فنحن هذا الشيء طبعا صعب أصعب ما أنه يكون معك أصلا آلات موسيقية نعم لما يكون عندك أصوات بشرية هذا بيكون أصعب دوره لي لأنه بيصين عندك بقى مهام لكل شخص أو شخصين أو ثلاثة لازم يكون عندك ألو المهام ألو اللي ألو الطبقات ألو اللي بيعملوا الهاربوني ألو اللي بيعملوا وهكذا يعني هذه الطريقة طبعا هي طريقة حديثة نحن معتمدينا حاليا بفضل الله تعالى لاقت قبول كبير واستحسان جميع جميل ولمستمعي العالم ذكرت شيء مهم طريقة حديثة أيها موضوع التحديث أو التجديد في الإنشاد الديني هلأ أبو أسأل عنها فيه تجديد فيه تحديث في الإنشاد الديني طبعا طبعا الجيل القديم كانوا يعتمدوا على أنه يقول المنشيد ويقولوا معه بيطانة يعني اللي هو وفقط كورال وسولو لكن الآن الآن ما عدي يتقبل المستمع ما عدي يتقبل هذا الشيء لازم يكون فيه تنويع أولا بالكلام الشعر يكون شوي حديث ثانيا الألحان طبعا الألحان اختلفت كثير عن الأجيال السابقة الآن ثالث شيء لازم يكون فيه توزيع صحيح للحن توزيع الأكابيلا الهارموني الأصوات البشرية وهكذا طبعا نحن معنا آلات إقاعية فقط وما فيه طبعا معنا آلات موسيقية مثل ما قلت لك لأنه نحن معتمدين على الأكابيلا والأصوات البشرية هذا الشيء نحن بفضل الله تعالى طبعا بالتأسيس الثاني اللي كنا فيه بالقاهرة هذا كتير اعتمدت عليه وبفضل الله تعالى وصل وصل لآذان المستمعين كثيرا يعني مو بس بمصر بمصر وبر مصر دول عربية حتى بدول شرق آسيا ودول أوروبا الحمد لله الحمد لله لكن حابين قبل أن نتكلم أو نسمع شيء ثاني ننتعرف أكثر عن فرقتكم كم عدد أعضاء حاليا نحن تصل فرقتنا ل 15 شخص تقريبا ممكن يكونوا يعني حتى أنا في مصر دربت فرق أخرى من غير الجنسيات السورية نحن أغلبهم سوريين معنا لكن أحيانا نطلع فوق 15 شخص أنا معي شباب من اندونيسيا معين المصريين إن شاء الله فيعني الكادر ما شاء الله فرقة كبيرة لما بيكون عنا حفل بالأوبرا أو حفل بمسارح كبيرة منطلع بشكل فرقة كبيرة نعمل العدد إن شاء الله نعم سيدة حبي نسمع شيء يلا بسم الله ممكن سمعك شيء عن يعني الله دعوك لأن حبيب أهل الحال مكي وأذكرها وتطربني المعاني فأضحك حين أذكرها وأبكي سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة وأبحرت في خطاها والقلب ذكر للطاها والعين أجرت جبانا يروي جمال المدينة يروي جمال المدينة وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني كأن من طار مني قد شم ريح المدينة قد شم ريح المدينة سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة الله عليك الله عليك حسين نفن للنشودة في النكهة الحجازية أيوة بالضبط شرحنا أكثر عن هذا الموضوع الفرقة نحن نعتمد على الألوان المختلفة يعني الحفل تبعنا ممكن نحن نبتدي بأشياء مثلا من الموشحات الأندلوسية ثم بعدين ننتقل إلى الألوان الشوية ديمشقية سورية بعدين ممكن نعمل ألوان مصرية اللي هي طبعا أساسية في مصر أنا شهدنا أغلبها بتكون مصرية بعدين حتى أحيانا نكون مثلا في شرق آسيا في بلاد اندونيسيا بيحبوا الألوان الحضرمية الحضرمية بيحبوا الألوان الحجازية ممكن نعمل عراقي أحيانا ممكن ننشد عراقي ننشد مغربي ففضل الله تعالى الفرقة تعتمد على كثير من الألوان ما من أنشد ولا نتعصب إلى اللون المحدد في عندكم تنوع نعم تنوع هذا ضروري جدا عند الموشحات في اللون الحجازي أخذت حتى في اللهجة حتى تون الصوت نعم طبقة الصوت حتى أيها بالضبط لازم يعني يكون متكامل لما بدأون الواحد في اللون الحجازي مثلا لازم يكون متكامل من طريقة الأداء من طريقة الغناء طريقة اللهجة حتى جميل كيف تشوفها الفترة الإنشاد بشكل عام الإنشاد الإسلامي وتواجدها في المناسبات الرسمية والرسمية تواجدها بعد في المناسبات بعض الناس المناسباتهم الشخصية بعد يكون عندهم فراق الإنشاد بالنسبة نحن عندنا في سوريا يعتمد مادة أساسية في كل الحالات حتى في الأفراح حتى في الأتراح حتى مثلا شخص عنده اشترى منزل بيعمل حفل إنشادي حتى عنده إجابة مولود بيعمل عقيقة بيعمل حفل إنشادي حتى الآن في مصر هذا الموضوع بدأ الحمد لله يدرج حتى بدأنا ندخل على الأفراح في مصر بدأنا ندخل على الأفراح المصريين فالإنشاد يعتبر حاليا نحن ندخل على كافة المناسبات ليس فرح ليس فرح نعيد المولد رمضان مش بس نشوفها في المناسبات نحن جمنا نشوفها في أماء في الأماء نعم بالضبط بالضبط هذا اللي الحمد لله والحمد لله كله يعني يدور حول مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سلم محمد نزال حابين نستغل وجودك وقبل أن نخلص اللقاء بعد حابين نسمع شيء ثاني يلا بسم الله طيب أنا حقول شيء هلأ من اللون خلينا نقول التركي شاء أنا نكون نوعتا لك نحن نوعتا لك نحن نوعتا لك شاء الله ميلادك أحمد نور ميلادك أحمد نور أنا سبطها سعد وعلى الأكوان حبور يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيعي نور العين جد الحسن قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين آه بالخير محمد جانا وإلى الإسلام دعانا أرسله الله بشيرا قد وهب الخلق آمان يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا شفيعي اللهم صلي وسلم على خير البريد محمد بن عبد الله طبعاً استمتعنا بهاللقاء الجميل الموضوع كان فعلاً استمتعنا بالإنشاد الجميل الله يكرر طبعاً بصوتك المنشد محمد ياسين المرعشلي أمنالكم طبعاً التوفيق في فرقتكم فرقة المرعشلي الله معامل شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً بارك الله بكم كل عام وأنتو بألف خير شكراً جزيلاً